عاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان والوفد المرافق له إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضر موت وذلك بعد زيارة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية وكان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار سيئون الدولي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء محمد الأمير وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وبحث وزير الداخلية خلال زيارته لجمهورية مصر العربية مع نظيره المصري اللواء محمود توفيق عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات كما طلع وزير الداخلية خلال زيارته إلى مصر على تجربة الكليات والمعاهد الأمنية وأساليب التدريب والملاهج التي تعتمد على أحدث النظم في المجال الأمني كما بحث وزير الداخلية مع رئيس أكاديمية الشرطة المصرية إمكانية التوأم بين الأكاديمية وكلية الشرطة بحظر موت وذلك للاستفادة من التجارب والخبرات في المجال الأمني والشرطوي